وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم عليه السلام داعيا رب جعل هذا الوادي وهذه البقعة وهذا المكان بلدا آمنا من الخوف وارزق أهله من أنواع الثمرات وخص بهذا الرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر وأفضل دعاء بعد الإيمان هو الدعاء بشيوع الأمن والأمان فلا تقوم حياة البشر أبدا ولا تتحقق المصالح الدينية والدنيوية إلا بالأمن والأمان وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء ومعنى إبراهيم الأبو الحنون والأبو الرحيم رب جعل هذا بلدا آمنا فعل الأمر اجعل إذا جاء من صغير لكبير فهو للدعاء وإذا جاء من متساويين فهو التماس وإذا جاء من كبير إلى صغير فهو للأمر سؤال مهم هل يقام الحد في مكة المكرمة نعم تقام الحدود والقصاص في مكة المكرمة فمكة لا تعيذ جاني وارزق أهله من الثمرات كيف ومكة المكرمة وادي في صحراء جرداء قيد الله عز وجل لمكة الطائف وهي أرض خصبة مثمرة وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر لماذا خص إبراهيم عليه السلام المؤمنين بهذا الدعاء لأنه سبق ودع إبراهيم عليه السلام بالإمامة لذريته فقال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين فاستدرك إبراهيم وخص المؤمنين بهذا الدعاء وكأن إبراهيم عليه السلام دعا مرتين للمؤمنين من أهل مكة مر على وجه العموم ومر بالتخصيص ولماذا تحديدا الإيمان بالله واليوم الآخر ذلك يرجى لأن الإيمان بالله واليوم الآخر هو قمة الإيمان بالغيب ترجمة نانسي قنقر